اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاخلاقية والاجتماعية والدينية وكل كل كل وزي ما انا قلت قبل كده واتكلمت مع حضراتكو في فيديوهات سابقة ان الترند النهاردة بقى هو يعني الهوس الاجبر عند الناس وممكن بتناقش مع حضراتكو كتير في هذه الجزئية والترند ده على فكرة مش حاجة وحشة يعني الترند مش حاجة وحشة للانسان ترند دي معنى ان في حدث بيطفو على السطح وبيكون هو مطار اهتمام الناس الحدث ده على فكرة الانسان هو اللي بيصنعه الانسان هو اللي بيصنعه وبايده انه يخلي الترند ده حاجة ايجابية او حاجة سلبية يكون حاجة ايجابية انه يكون حاجة عظيمة وحاجة كبيرة وحاجة يعني مهمة او مفيدة للبشرية او انه يعمل عمل سلبي تماما بقى انه هو يعمل اي حاجة ضارة بالناس او انه يعمل اي حاجة بقى فيها يعني سفالة او انحطاط او هبل او عبط وللأسف هو ده اغلب الترند كده الترندات كلها دلوقتي كلها بلا استسناء او مش كلها طبعا عشان بس الوقت منصفين عدد كبير جدا بينها بالنسبة مثلا تتجاوز 90% كلها عبارة عن عبط وهبل واستفزاز للناس وحاجات تفهى وحاجات هيفة واصبحت التفاهى وممكن استخدمت هذا التعبير هي سيرة الموقف بنشوف كلام ده في حاجات كتيرة جدا وبنشوفه مش بس مع الناس العادية ولكن ايضا مع المشاهير يعني المشاهير حتى الناس اللي هم حاصروا على قدر كبير من الشهرة ويحققوا ثروات طائلة بنشوف الكلام ده معهم من ضمن الناس اللي هم يعني من البشاهير وعندهم صار وطائلة يعني وحققوها بقى في غفلة من الزمن او في غير غفلة من الزمن دي مش قضيتنا الوقتي قال الاستاذ محمد رمضان الاستاذ محمد رمضان اللي هو بيحب انه هو يطلق عليه دائما المثير للجدل الشخص المثير للجدل ظهر فيه يعني خلال الايام الماضية كان في حفلة في الاردن في العقبة مسرح كبير وتجهيزات وناس واقفين يعني عدد كبير ودخل هو بعربية لامبرجيني كده وفتح الباب ونزل طبعا محرر العرب يعني وقائد مسيرة التنوير الخاصة بينا ونزل وبدأ ان هو طبعا يعني يبدأ بقى ان هو يوحيي الحفلة قال لا معرفش أصلا هو تحول فجأة بقى مغني إمتى أو بيعمل إيه أصلا أو هو بيقول إيه يعني القصة لي أنا مش راجبة معي أو مش قادر استوعبه الغد دلوقتي رغم أنه بيعمل الكلام اللي بيعمله ده من زمان ولكن أنا شخصيا مش عارف التحول ده حصله إمتى يعني هو كان بيمثل فجأة بقى بيغني فجأة بقى بيعمل حفلات فجأة بقى لوجه مهور بقى فيه ناس بتقعد تستنى عشان تسمع يسمعوا إيه أنا ما عرفش إيه اللي ممكن يقدمه هو أنا ما عرفش ما يعني في حالة إحنا عايشين كده في حالة من العبث بس اختصارا للمشهد المشهد كله عبثي في كل شيء للأسف الشديد المشهد كله مشهد عبثي في كل شيء في كل شيء نسأل الله العفو العفية طبعا يعني ولكن طبعا هو لما ظهر يعني طبعا لما الواحد بيشوف حاجات زي كده بيصيبه حلق هبيرة جدا من الحزن يعني طبعا أي حد عنده زرة عقل وعنده زرة يعني يعني خوف على المستقبل وخوف على الأجيار اللي موجودة لما بيشوف حاجات زي كده أكيد لازم هيزعر ولازم أن يخاف ولازم أن هيحزن على الوضع المتردي اللي إحنا وصنناه في الأخلاق وفي الدين وفي كل شيء يعني إحنا يعني أصبحنا للأسف الشديد فيه ألقاع في كل شيء تقريبا طبعا الأوضاع اللي تتغير يعني بعد كده ولكن ده الواقع اللي هم نتكلم فيه النهاردة الأخلاقيات تقريبا يعني عند الغالبية العظمة بقت منخفضة جدا الرغبة في الحصول على شهرة ومال سريع بقى محموم جدا عند الناس درجة أنهم بيعملوا حاجات غريبة وعجيبة وإحنا طبعا بنشوفها السوشيال ميديا كوارث يعني من غير ما أدخل في التفاصيل طيب عايز بس أوري حضراتكم لحظة دخول الأستاذ محمد رمضان لأنه هو ده يمكن ده الموضوع اللي أنا بتكلم فيه النهاردة يعني هناخد المظار السوشيال ميديا والتفاهى والكلام ده كله وناخد ده عشان نلقى عليه يعني ضوء بسيط كده نشوف مع بعض كده لحظة دخول الأستاذ محمد رمضان للمسرح ونرجع نعقب على الموضوع ده السريع زي ما حروقوا شايفين دي لحظة وصول القائد المغوار الأستاذ محمد رمضان إلى ميدان المعرك زي ما حروقوا شايفين هو داخل بعربية لمبرجيني صفرة والباب يتفتح عشان يخرج هذا القائد العظيم عشان خاطر يتحفنا يعني بما يقدمه من فن عالي وفن راقي وكلام ده كله دي الأستاذ محمد خرج أهو كالعادة طبعا حران مش طايق ما لابسه قالع طبعا وبيقول للناس استنوا شوية وبعد كده هيبدأ بقى انه يتحرك الحركة المستفزة بتاعته وورا مجموعة من الأشخاص برضو كعملين يتنططوا اللهم لا تؤخذنا يا رب شفنا طبعا لحظة دخول الأستاذ محمد رمضان إلى المسرح وهو طبعا بنفس الطريقة بنفس الهيئة يعني لا يرتدي شيء تحت الجاكت اللي هو لابسه أنا برضو ما عرفش يعني ليه هو بيعمل كده أو ايه المغزة انه هو دائما عاري يعني المنطقة العلوية يعني كويس انه هو يعني اكتفى المنطقة العلوية ما دخلتش على السفلية كمان يعني معرفش ايه السبب في حالة العري اللي هي عنده دائما هل هو بيطاقش الملابس مثلا هل في مشكلة بينه وبينها نحاول احنا نصالحهم مع بعض يعني أنا معرفش ايه المشكلة بصراحة في القصة دي يمكن ان اتكلمت في الموضوع ده قبل كده لانه هو على طول كده هو على طول يعني يظهر بشكل عاري يعني هو يمكن بالوقت يعني يلابس جاكت او ممكن يكون ألعب بعد كده في الحفلة لانه هو بيطاقش الهدوم بشكل ولكن هو دائما عاري أنا معرفش ايه الشيء الجميل في ان الواحد يظهر عاري بالعكس الانسان الشيء الراقي الانسان المحترم هو اللي بيقى لابس كده لبس محترم وكده حتى لو كان لبس يعني روش يعني بالبلد كده روش ولكن ده يعني ما يمنعش الانسان هزر مظر كويس ومظر لائق هو لابس لبس جميل وحلو وظريف ويتناسب حتى مع الحفلة أو المكان اللي هو فيه ولكن ما يظهرش بشكل عاري يعني فما عرفش يعني هل هذا الشخص يا جماعة هل هذا الشخص هل هذا الشخص يعبر عن اي هوية من هويتنا هل يعبر عن الهوية المصرية مصرية هل يعبر عن الهوية العربية هل يعبر عن الهوية الاسلامية يعني الهيئة دي الهيئة دي الهيئة دي للأسف للأسف وخلي بالكو ان هو بهيئته دي فيه ناس وقفين تحت عمي يسقفوله ويهلله ويتمتططو زيقباء البداية كده يعني عادي وفرحانين جدا ومطسطين به فتخيلوا ان العقليات راحت في الستين دهية العقليات راحت في الستين دهية ولا يوجد احد راشد شخص راشد يقول عيب اللي بيحصل ده هل ده احنا في منطقة عربية منطقة عربية هل ده بيعبر عن هويتنا يعني المشهد ده لو شفناه في امريكا عادي لان دي هويتهم وانا بحترم جدا على فكرة الناس دول بحترم الغرب جدا لان الغرب لا يتأثر بنا ولكن احنا اللي بنتأثر بالغرب يعني احنا اللي بنتأثر بشكل يعني مقيت وبشكل قاتل بالغرب كل حاجة عندهم بناخده لكن هم محتفظين بهويتهم محتفظين بافكارهم محتفظين بعاداتهم محتفظين باتجاهاتهم بطياراتهم بالكلام ده كله احنا اللي بيتلعب بنا الكورة يتلعب بنا الكورة عقليا كده منطلي كده حاجة عقلية كده يتلعب بنا الكورة سهل جدا 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 واي حد يأثر فينا اي حد يعبث بنا اي حد ممكن يدخل بثقافته يغير كل المفاهيم اللي احنا تربينا عليها عند بعض الناس مش عند الكل طبعا لان في ناس محترمين لازالوا متمسكين بالعدادة والتقاليد والهوية بتاعتنا الهوية دي شكل يا جماعة الشكل بتاعنا عامل ازاي هل الاخ ده بالطريقته دي باغاني دي انا معرفش دي اغاني ولا ايه تصنفها يعني بس هالقول يعني اغاني هنطلق عليها اغاني بالهيئة دي بالعري ده بالاسلوب ده هل ده يعبر عن الهوية المصرية او العربية او الاسلامية او اي مكان اي هوية داخل المنطقة اللي احنا فيها طبعا لا المشهد ده بنشوفه امريكا بنشوفه اوروبا يعني هو بيتشبه به الجماعة اللي هم الصمر الامريكاني يعني الزنوج الامريكاني يعني هو بيعملوا كده اه بنشوف اغاني الراب وزي 50 cent ومش عارفوا الناس دي وكلها اه بيعملوا كده بس دي هويتهم هم كده ما بيقلدوش حد ما بيقلدوش حد ما شفناش 50 cent ده مثلا لبس بتوع 50 cent او اي حد بيقدم اللون ده دي الاغاني لبسه جلبية وطقية بيضة مثلا وبتاعه ما شفناش كده ما شفناش وبالتالي هم مطار احترام الناس لانه ما بيتغيروش لكن هل هذا الشخص هل هذا الشخص اللي فجأة دخل في هذا المجال كده ما عرفش بردوك عنوة كده ما عرفش اسم هل ده بيعبر عن هويته عن هويتنا احنا والمشكلة والكرس زي ما قلت اللي وقفين بيسمعوه بيسقفوه لسوقه هنا او بره لان بردوك فيه ناس عقليات بردوك بيقعدوا بردوك بينتظروا بردوك هذا العبث يعني ويقعدوا يتنططوا فرحانين وسعداء ويهي الكلام ده كله هل المشهد ده ينبق بخير هل المشهد ده اللي حداكوا شايفينه لانه طبعا موجوده متكرر ينبق بخير هل الاجيال الوقفة دي ينتظر منها خير هل الاخ ده ومن هم على شكلته ينتظر منهم اي خير من اي نوع لا طبعا لا طبعا لا طبعا يعني الاجابة اكيد قطعيا لا لا خيرة في اي عنصر من هاتي العناصر لا اللي بيعمل كده ولا اللي بيتفرج عليه ولا اللي فرحان به ولا الكلام ده كله للأسر الشديد لما بنشوف بقى الحاجات دي لما بنشوف الحاجات دي زي ما قلت لحراركو بيوصبنا جميعا حالة من الحزن عما قالت اليه الامور احنا وصلنا للمرحلة دي ازاي وصلنا للمرحلة دي ازاي وازاي جرؤنا اللي احنا نتخلى عن هويتنا بمحض إرادتنا بهذه الطريقة اللي احنا نسلم هويتنا كده ونتخلى عنها كل الناس المحترمة وكل الشعوب المحترمة تتمسك بهويتها تتمسك بعادتها وتقاليدها لها بتميزها عن باقي شعوب العالم لما احنا بنروح اي دولة بيكون عندهم عادت تقاليد بيكونوا متمسكين بيكونوا الناس دي محترمة لانهم متمسكين بعادتهم متقاليدهم ولكن احنا الاسس شديد او عدد كبير ما مننا بقولش طبعا الكل لان لذال طبعا الناس المحترمين موجودين اكيد مفيش كلام ولكن اللي بيتخلوا طوعية عن عادتهم متقاليدهم عن هويتهم طوعية وبعد كده يبقى انسان مسخ مسخ فاقد لهو طايل يبقى غربي وطايل يبقى شرقي وطايل يبقى فوق وطايل يبقى تحت كده الهوية هي اللي بتحدد شكل الانسان فدي حاجة من ضمن الحاجات بصراحة اللي بتستفزلي بشكل بير جدا واكيد بتستفز حضراتكو احنا نشوف ده ما قالت اللي الامور لما الامور دي اللي تتغير المشاهد دي ما نشوفهاش يبقى احنا كده مشيين في الطريق الصحيح لكن طول ما المشاهد دي موجودة طول ما يعني واحد زالي بعمل كده عشان ترند عشان ركب ترند وطول ما احنا بنبحث على الترند السلبي اللي تعمل لي روتين عشان خاطر مش عارف تاخد مكاسب وتحقق شهرة فارغة واللي يقف يترقص قدام الكاميرا والناس اللي بتعمل حاجات غريبة والناس اللي بتعمل حاجات مريبة والاخ ده ومنهم على شاكرته لما نخلص من المعجنة دي بالبلد دي كده يبقى احنا كده خلاص خلصنا من هم تقيل وراحين لي طريق كويس وراحين لطريق التقدم والتنمية الحقيقي طول ما دول موجودين وطول ما الفكر كده وطول ما الدماء كده يبقى لنا ننتظر الاسف خير لانا طبعا بقول كده وانا اسف ولكن دي حقيقة دي حقيقة يعني ريت ننتقش مع بعض وتقولوا لي ايه رايقوا في اللي انت شفتوه ويه رايقوا فيه التخلي عن الهوية بتاعتنا الهوية العربية والهوية الاسلامية والهوية المصرية طبعا اللي احنا وطننا الغالي يعني اللي احنا بنعتز بهويتنا بهويتنا ويه اللي برة بيحسدون على ان احنا عندنا هوية واحنا لأسف بنتخلى عنها بمحض ارادتنا اه اتمنى اكون رسالتي واضحة ويه برضو كنتتا اشبع بعض فيه الموضوع ده موضوع التخلى عن الهوية بمحض ارادتنا اشوفكم ان شاء الله في فيديو دي دمتم في رعاية اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته